وفي ذات ملف التحديات الغريبة التي يعاني منها المجتمع العراقي تأتي المخدرات لتزيد الطينبلة فهناك أعداد متزايدة من ضحايا الآفة بسبب الوضع الاقتصادي وقلة الوعي ومغريات استهداف المجتمع فيما يرى الخبير القانوني علي التميمي أن المشروع العراقي لم يأخذ المشكلة على محمل الجد في تشريعاته وقرن التميمي بين عقوبة السجن 15 سنة للمتعاطي في قانون المخدرات لعام 1965 مقابل اعتبارها في عام 2017 جنحة عقوبتها السجن سنة أو سنتين ووصف التميمي العقوبات المعمول بها بالضعيفة التي لا تناسب تحول العراق إلى سوق للتعاطي وليس ممر أو منتج المخدرات موضحا أن أهداف العقوبة الجنائية دائما تكون الردع وتحقيق العدلة الاجتماعية وهو الذي لا تضمنه التشريعات الحالية بمواجهة المخدرات